بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله نلتقي في محاضرة جديدة بمقرر السلوك التنظيمي تحديدا في الفصل الثاني الذي يتحدث عن تطور السلوك التنظيمي ولعلنا في المحاضرة السابعة كنا قد تناولنا مفهوم السلوك التنظيمي وصفات السلوك ودواعي الاهتمام بدراسة السلوك التنظيمي إذن ننتقل إلى مراحل تطور السلوك التنظيمي يهدف هذا الفصل إلى أولا تتبع مراحل التطور التاريخي لعلم السلوك ثانيا أن يقارن الطالب بين النظريات التي سعت لدراسة مفهوم السلوك التنظيمي داخل المنظمات وأثره على الانتاجية مقدمة هناك العديد من المحاولات من قبل الكثير من الباحثين والمفكرين والكتاب على مرر التاريخ لدراسة وفهم السلوك الإنساني داخل المنظمات لذلك نحن عندما نقوم بدراسة السلوك التنظيمي لا بد من الإشارة لإسهامات بعض المنظمين الذين اتركوا أثر جوهريا في هذا الجانب ولا بد لنا من تتبع مساراتهم ونظرياتهم من ثم المقارنة بينها لعلنا في ذلك سوف نتناول عدد من المناهج وهي أربع مناهج أولا المناهج العلمية وتتمثل في حركة الإلدارة العلمية لفريدريك تايلور وحركة التنظيم لهناري ومدرسة التنظيم لهناري ثم بعد ذلك الاتجاه الثاني متمثل في حركة العلاقات الإنسانية لألطوم مايو وتجاربه في مصنع الهوثورن وشيستر برنارد ودوغلس ماك جيرجوري ثم الاتجاه الثالث والمنهج السلوكي متمثل في إبراهام ماسلو صاحب حرم ماسلو أو سلم ماسلو للحاجات الإنسانية ثم هيرز بيرد ثم ديفيد ماكليلاند وأخيرا الاتجاه التنظيمي الذي يتناول الجانب التنظيمي متعلق بالجانب الفردي والاجتماعي والتنظيمي والبيئي داخل المنظمات نبدأ بالحديث عن الإدارة العلمية ورائد هذه المدرسة أو الحركة هو فريدريك تايلور وفريدريك تايلور قام بدراسة عنصرية الوقت والحركة في العمل ثم خرج بهذه النظرية التي عن طريقها وضع اسلوب علمي لأداء الأعمال ولعل تركيزه كان بعد الدراسة عنصرية الوقت والحركة كان كذلك على الجوانب أو الحوافذ المادية باعتبارا هي الحوافذ الوحيدة التي تؤدي إلى دفع العاملين وتحفيزهم وتؤدي إلى إنجاز الأعمال من قبل العاملين بعد أن نحفزهم بالحوافذ المادية أي أن الحوافذ المادية وحدها هي التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج وهذه النظرية أو حركة الإدارة العلمية وجهت لها بعض الانتقادات أولا بالرغم من أنه سبت إمكانية دراسة الإدارة بطريقة علمية إلا أنه أهمل الجانب الإنساني والحديث هنا عن فريدريك تيلر على الرغم من أنه أثبت لنا أن الإدارة أو الأساليب الإدارية هي يمكن أن تكون بطريقة علمية لكن يعاب على هذه النظرية لحركة الإدارة العلمية أنها أهملت الجانب الإنساني في الإدارة باعتبار أنها تعاملت مع العاملين كآلة وباعتبار أنها أيضا ركزت على الجوانب المادية فقط ونحن لا ننكر الجوانب المادية فهي هامة ولكن ليست وحدها هناك جوانب أخرى مثل ما حنجي نشوف في حركة العلاقات الإنسانية أنه هناك حوافظ أخرى غير الحوافظ المادية تؤدي إلى زيادة الإنتاج أشكركم على حسن الاستماع وإلى لقاء